جولتنا النهاردة هتكون من احتفال الطائفة الانجلية بعيد الميلاد الجم المجيد في كنيسة أصر الدبارة واللي بدأ بترنيم ميلاد المسيح ثم الصلاة بهذه المناسبة هنأ رئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال في برقية نقلتها سفرات وقنصليات مصر بالخارج الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج إنه لمن دواعي سروري أن أبعثل إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق ونجاح داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليكم بالخير والسعادة وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار كل سنة ومصر آمنة مطمئنة كل سنة وإحنا كلنا عايشين في رغض من العيش كل سنة وإحنا بنعيد مع بعض ونحتفل مع بعض وننبسط مع بعض ونرتفع سويا ونرتقي طبعا بسماء بلدنا وترتقي فيها أصوات الفرحة والسعادة ترجمة نانسي قنقر